قبل ما أكمل على العزة على الجبل يا خنزاري أجت لي فكرة أعوز أوضحها هناك ثلاث مجالات معرفة قدرة وإرادة معرفة إن أنا أعرف إيه أعرف تعليم الكتاب إيه قدرة طب أقدر أعيشها أقدر أطبقها ولا لا والإرادة طب أنا عايز أعيشها ولا لا لو أنا مش عارف وعلى فكرة ده هذا ينطبق على حتى الغير مؤمنين لما يعرف إنه بدون سفك دم لا تحسوا مغفرة إنه الطريق الوحيد للخلص هو الرب يسوع لو أنا أعرف ده أو ما عنديش إمكانية لإدراك معناها الحقيقي الرب الكتاب المقدس بيعلنه لي لو أنا مش قادر الله يقدرني بعمل روح قدس فيه لكن لو أنا مش عايز عشان كده مهم جدا إنه الله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل أجل صلا الإرادة هنا مهمة جدا هل السؤال السؤال لإخوات المؤمنين هل أنت عندك إرادة وعندك إرادة إنك تعيشي وأنك تعيش الأخلاق المسيحية كما أعلنت في كلمة الله ده سؤال لأنك أنت وأنت مسؤولين أولا وأخينا عن أنفسكم وعن سلوكياتكم معرفة وقدرة لا ده مجدور عليهم والرب هو بيجاهزهم لنا لكنه لأ الله أمين خلقنا بإرادة مستقلة حرة ما بيجبرناش إن احنا نعبده أو نعيش لي فهو بيعتمد على قرار الإنسان عشان كده في موعزة نرجع لموعزة الرب يسوع على الجبل لما بيتكلم عن تعليمه وإنه إزاي لازم الإنسان يطيع هنا الطاعة بتيجي موضوع الإرادة أول حاجة الرب بيرمي إليها هو القلب المتجدد إن يكون في قلب متجدد هقولك بسرعة يا أخي نظار من خمسة الأعداد من 21 إلى 47 هاخد مقتطفات من كل عدد بسرعة في عزة المسيح عجب في عزة المسيح عجب متى خمسة فعدد 21 إلى 26 يتكلم عن إن الشريعة قالت ما تكتلش الرب يسوع شرح إنه لا مش حكاية القتل ده الغضب عبارة عن قتل أنت لو غضبت على كأنك قتلته عشان كده الرب يسوع بيحثنا إننا كل من يبغد أخاه فهو قاتل قاتل بالضبط وهو القتل هنا الرب يسوع وسع رفع المسقياس إنه مش القتل الحرفي هو قتل لكن القتل المعنوي هو قتل أيضا عشان كده مهم جدا إنه يكون هناك لطفة وغفران حتى في مواجهة من أساء إلي في أعداد من 27-30 بتكلم على الزنا والزنا الحرفي وبعض الأديان بتحدد حاجات عشان تثبت فيه زنا حرفي لكن رب يسوع رفع من مستوى هذا يقول ما النظرة اللي زن بها في فكره لا تنظر حتى إلى المرأة بشهوة ده المقياس الرفيع بتاع تعليم رب يسوع عش كده بيكلم الطهارة إزاي أحترم الجنس الثاني إزاي إن أنا أبص للمرأة إنها مساوية لي إنها مش أقل مني ولا هي وعاء شهواني أنا بجري وراءها بل هي إنسانة أيضا وده مقياس تعليم الرب يسوع في نفس الأصحاح خمسة من متة من أعداد 33-37 العهد القديم بيقول لا تنطق بس الرب إلهك باطلا الرب يسوع بيقول لك ما تحلفش البتة خالص ليكون كلامكم نعم نعم ولا لا ما زاد على ذلك فهو من الشرير موسيقى